تتحكم بالعراق وكأنها دولة مستقلة وتحمل فكرا عابرا للحدود باعتبارها جزءا أساسيا من مشروعا إقليمي توسعي هندسته إيران إنها ميليشيات الحجد التي مرت بعدة مراحل تطور حتى أصبحت صاحبة الكلمة الفصل في العراق والنافذة بكل مؤسساته السياسية والمتحكمة بكل موارده لم يقتصر خطر هذه الميليشيات على واقع العراق الحالي بل صار وجودها يهدد مستقبله إدارة الفوضى إدارة الفوضى وتهجير السكان وتغيير ديمغرافي المحافظات وممارسات الابتزاز والسرقة والتهريب ونشر الرذيلة أمام مرأة العالم ومباركة الدول المتحكمة بالملف العراقي وخصوصا أمريكا يعد أمرا ثانويا مقابل أقحامها العراق في ظل نزاع الأمريكي الإيراني وتصدرها للدفاع عن مصالح نظام ظهران عبر مشاركتها في حروب اليمن وسوريا وتهديد أمن الخليج العربي حقيقة يصرح بها كبار المرجعيين الإيرانيين من قبل ذلك ما قاله أحمد عالم الهدى أحد ممثلي خامنئي الذي أكد أن الحجد في العراق وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وقوات الدفاع الوطني في سوريا هذه كلها تعتبر إيرانية أمام هذا النفوذ الميليشياوية تلاشى النفوذ المتبقي للجيش الحكومي ولم يعد له سوى الاسم فقط الذي ينفق عليه مليارات الدولارات بالتدريب والتسليح حتى أن بعض السياسيين ومنهم زعيم اتلاف الوطني أياد علاوي قال بصريح العبارة إنه يجب اعتماد قوة عسكرية واحدة في العراق إما الحجد أو الجيش الحكومي وفي ظل هيمنة ميليشيات الحجد أصبح التعاطي الإقليمي والدولي مع الحكومة التقليدية الممثلة بالرئاسات الثلاث في غاية الصعوبة وينعكس هذا على الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية بل إن إبقاء حكومة بغداد في المنظومة العربية ضمن هذه الظروف يعد أخطر ما يهدد الأمن القومي العربي